الانتر كونتين التل والأداء هيكون ازاي من السبت؟ الأداء؟ أنا بشوف أن العادة النادي الأهلي والجهاز الفني بيتحولوا في المطشط المنديلية دي بيتحولوا للأحسن يعني إحنا برضو قبل مطش العين كنا مقلقين شوية أن الأداء قبلها ما كانش أحسن حاجة في مطش العين شفنا أداء نموذجي يعني كان ساعتها كنا متعدلين مع الزمالك وكسبناهم بركلات ترجيح وكنا خسرنا برضو الصوبر اللي قبله وبعدين روحنا لعبنا العين فالنادي الأهلي في كسر العلم بيبقى شكل تاني سواء بقى التركيز بيزيد الدوافع مختلفة الدوافع مختلفة التركيز بيزيد بشكل كويس جدا العامل النفسي التحضير قبل البطولة تحس أن التحضير سواء للعيبة أو المدرب كمان بيبقى التحضير أحسن المذاكرة بتبقى أكتر الدوافع بتاعتك أكتر فنفسيا أنا بشوف أن النادي الأهلي في البطولات ما تخافش على الأهلي في المطشط الكبيرة حتى لما كنا باللعب ريال مدريد رغم أن احنا خسرنا بس عملنا مطش من أحلى المطشط للنادي الأهلي ككورة صحيح النادي الأهلي كورة بيقدم قدام الفرق الكبيرة بتلاقي اللعبة بتلعب اللي عندها لعبنا في لامينجو قبل كده لعبنا في لومونينزي في لومونينزي ده اللي احنا خسرناه يعني كان ضيعنا فرص كتير فأنت في المطشط الكبيرة ما تقلقاش على الأهلي طب إيه اللي يخاف أو إيه اللي الأهلي يخاف منه اللي الأهلي يخاف منه بالنسبة لفريد بوتافوجو مثلا؟ بالنسبة لفريد بوتافوجو ما أنت هتلاقي بواحد من الاثنين اللي هيلعبه دلوقتي الكاسبان ما يلاقي بالأهلي احنا عندنا فريدين طبعا فريد بوتافوجو هي الأقوى وهي المرشح الأكبر حتى النهاردة في التشكيل مريحين أربع لعيبة ليه؟ لأنهم وصلين كتر أخذوا حوالي 16 ساعة طيران ووصلوا قبل المتش بيوم فالمدرب بتاعهم زكي بيعمل تدوير وعارف أن باتشوكا طبعا باتشوكا برضو فرقة يعني نوعا ما بوتافوجو أقوى منها بكتير حتى كيمة الصوية فرقي كبير جدا فمريح أربع لعيبة ومثبت ستة يعني مثبت البقائين كلهم غير أربع لعيبة بس عشان يحافظ على القوام الأساسي ويبدأ يعمل تدوير ويدفع بيهم في ماتش الأهلي اللي أعلق منه لو لعبنا بوتافوجو الضغط بتاعهم الضغط؟ الضغط العالي اللي بيعملوه أنت عندك مشكلة في تحضير الهجمة من تحت في بناء الهجمة مشكلة فنية يعني منذ رحيل عبد المنع معالي معلول الخروج بالكرة عندك فيه نوعا ما فيه مشكلة فأنت بتقابل بكرة فرقة على مستوى الضغط الضغط بتاعها منظم جدا والضغط العالي يعني وشارس جدا وكوة بدنية رهيبة لو استعرضنا صور الحالات الفنية اللي هي بتاعة بوتافوجو اللي هي عاملين إحنا صور كده حالات فنية البوتافوجو حتلاقي شوف اللجوان اللي جابوها شوفوا الضغط المنظم بيضغطوا هتلاقيهم بيضغطوا أهي بص اللجوان ده الجنين اللي جابوهم في المباراة الأخيرة قدام ساوبولو البرازيلي في الدوري بص هنا محمد الضغط بص تلاقي اتنين رحين على الاتنين المساكين واتنين لسا جايين وراء فالضغط بتاعهم بيبقى نموذجي ده أين المساحات على فكرة وبيداول المساحات بشكل كويس جدا والضغط انت النهاردة عندك رامي ربيعة وياسر إبراهيم هنا السؤال انا كمارس الكولر هفكر ازاي ان انا اتعامل مع فريد بوتافوجو دي في الضغط هو واحدة مش بديك مساحة انك تمرر من تحت كرني فانت لازم لازم المدرب مارس الكولر في الفترة دي اكيد بيفكر ازاي انا هتعامل مع الضغط ده هلأ انا هبدأ بتلاتة فوصة الملعب بحيث ان انا مثلا اعمل عملية بناء الهاجمة بشكل كويس عندك كوكة عندك مروان عطية عندك امام عشور فوصة الملعب بيضاروا عملية البناء الهاجمة بص هنا لما تقطعت كرة تقطعت ارتدت بجون كمل هاته السورة اللي بعدها هنا ارتدت التحول يعني عاملوا ضغط كويس جدا وتحولوا وتحول سريع بشكل كويس جدا لانهم عندهم كوة بدنية اقمن اقوى الفرق على المستوى البدني فرق بوتافوجو البرازيلي مايأثرش فيهم الكم المنشطة اللي اتلعبت كتير الفترة الاخيرة او مريح النهاردة اربع العيب بص اللي جاب الجون اللي هاته السورة اللي قبلها ثانية واحدة هتلاقي سافرينه ده اللي هو اللي جاب الجون التسقيطة ده اللوب ده مش موجوده النهاردة ده مريحهم من زويل من احسن اللعيبة من احسن صنصنع الالعاب بتاعه هات اللي بعدها ده بص الضغط ده الجون التاني بص الضغط على الحارس المرمى فانا بتخيل بس معاك الشناوي ياسر ابراهيم رامي ربيعة انا هتعامل ازاي مع الضغط ده ومرس الكولر هل هبني على طرف من الاطراف سواء معلول او عمر كمال او اكرم توفي ناحية اليمين هل هلعب بتلاتة فوسط الملعب يبيديك النوع زي ما عملت في ماتش التحق جده قبل كده وروح تبادئ مثلا بكوكة ومروان عطية ويبقى معهم امام عشور ما هو النهاردة هتجازل فانا هتفرج على الفريده في الملعب فاكيد من خلال متابعيته بقى بس هيضع في الاعتبار برضو ان فيه غيابات موجودة او ان فيه اربع العيبة مريحين من الاسيين بس اكيد هيبقى نفس الفكر انت اللي لقى منه اه حتة الضغط ازاي كولر هيتعامل مع ده ده اللي لازم يفكر فيه في خلال يومين دول هتعامل ازاي مع الضغط ده وازاي حل ده هات اللي بعدها بص الضغط لما ضغطه الحارس غلط فالعيبة فوسط الملعب اتقطعت ارتدت بجون على طول لان بص الكسافة العادية ده محمد جوه منطقة الجزاء واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس لعيبة من بوتا فوجو راحين ناحية المنطقة انتشار وكسافة وضغط ضغط وضغط وانتشار بشكل كويس جدا لانها لو عدت واحدة منهم ده برضو خلي بالك يقولك ايه ان الهجمات المرتدة اللي عليهم هتعمل لهم مشاكل طبعا لان هم بيندفعوا فقهات اللي بعدها برضو هنا ارتدت بجون هو هنا المباراة دي كانت مع مين ساوبولوا ليه المباراة الاخيرة الاخيرة في الدور البرزيل اه في الدور البرزيل اللي هم كسبوها اتنين واحد كانوا تقدموا بواحد وبعدين رجعوا لحده اقع بتاعه سابت ايا كانت البطولة ايا كانت المنافس